السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سيلبس رشيد حمامي الحجاب بعد هذه الحلقة؟ فهل سنشهد سقوط الحجاب؟ أهل وسهلا بحضرتكم مع حلقة جديدة لفضح أكاذيب رشيد حمامي حول الإسلام العظيم رشيد حمامي عمل حلقة عن الفنانة صابرين وبيقول إن هي ألعت الحجاب فقبل ما نبدأ في موضوع الحلقة النهاردة خلونا نضحك أولا على رشيد حمامي آخر هذه الحالات هي حالة الممثلة صابرين خلعت الحجاب خلعت الحجاب طيب وهي يا صابرين خلعت الحجاب أصلا يا رشيد لهيك نحن بعد ما انتشر الخبر توصلنا معها لتوضح لنا وجهتنا دراء يا جماعة أنا بس شلت التربون ما كانش حجاب يعني أنا ما كنتش عملة الحجاب كما يبغي أن يكون يعني وبقالي فوق 12 سنة من أول ما لبست البروكة وقلت إن أنا يا جماعة مش محجبة أنا سيت محتشمة ليه يا رشيد بتعمل في نفسك كده ليه مصر تفضح نفسك بهذه الطريقة تقتل نفسك بنفسك طيب يا وحيد لما رشيد يطلع يقول إن فلانة قلعت الحجاب وتطلع فلانة تقول إن هي أصلا ما كانتش لابس حجاب ساعتها نقوله على رشيد إيه دائما مخبول مصطول مش واخد باله خرج عن استيعابه بحكته على رشيد تعالوا بقى نبدأ الموضوع في الحقيقة جماعة حلقة اليوم ليست للدفاع عن الإسلام العظيم لأن دين الإسلام ليس متهما لأنه أمر بتغطية النساء والحفاظ عليهن بل هذا من مناقب الإسلام وفضائله ولكن حلقة اليوم لتعليم رشيد الديانة المسيحية التي يصر رشيد في كل مرة على الإساءة إليها عن طريق طعنه في الإسلام العظيم بص يا رشيد أنا النهاردة إن شاء الله هخليك مهزأة الأمم ومسخرة الشعوب وأخليك عبرة لللي يسوى واللي ما يسواش هخليك نكتة يتندر عليها المسلمون والنصارى والملاحدة سبحان الله وكأن الله خلقك لكي تفضح وتهان ويسخر العقلاء من أكاذيبك وتدليسك شوف يا رشيد كم مرة تفضح وأنت بتكذب وبتدلس وحتى اليوم لم تجرؤ على الرد علي أو الرد على جميع الذين ردوا عليك وفضحوك دي طول منقذ السقار أخونا أحمد سبيع أخونا أحمد سليمان أخونا نور طارق قناة السراج المنير قناة شموع النهار قناة هداية الحيارة كل ده وإنت ساكت وعامل نفسك من بنها طبعا الأخ هيسألني كل مرة طب إيه علاقة بنها بالموضوع هقول لك والله أنا معرفش بس هي كلمة دي بتتقال كده إيه؟ وحتى المرة الوحيدة اللي حاولت ترد فيها علي يا رشيد فضحت نفسك في موضوع الصدق الأمين لذلك انت مرعوب من الرد علي أو الرد على أي متخصص من الإخوة الأفاضل اللي ردوا عليك هتفضل عايش مهن وذليل لغاية إمتى يا رشيد كل أكذيبك مفضوحة على قنوات اليوتيوب الإسلامية والمنتديات المتخصصة وخلاص جميع الناس بقوا عارفين إنك كذاب وهارب من مناظرة جميع المتخصصين اللي ردوا عليك وفضحوك وأنا والله لا أتصور أن أعيش يوماً واحداً من حياتك هذه حياة قائمة على الكذب والخداع والغش والتدليس وقلب الحقائق وتغييب وعي مشاهديك من النصارى والعجيب إنك إلى الآن لم ترد وفي نفس الوقت لم تعتذر عن هذا التدليس والكذب السابق نفسي أفهم والله إنت عايش كده إزاي طيب إنت يا رشيد مثلاً مش بتخاف على أولادك لما إكبروا ويشوفوا الحلقات اللي فضحتك وكشفت جهلك وكذبك إنت متخيل شعور ابنك هيكون عامل إزاي لما يعرف إن أبوه إنسان كذاب وجاهل ومدلس وإن أكل عيش أبوه كله من الكذب والغش والتدليس ابنك هيكون شعوره إيه لما يعرف إنه تربى بمال حرام مصدره الكذب والغش والتدليس المضوع ده يا رشيد ما بيجيش مثلاً على بالك نهائياً حاسس إنك سعيد ومتصالح مع نفسك كده يعني؟ أنت كده مبسوط؟ منذ سنوات وأنا أدعوك للمناظرة وأنت حتى الآن ما زلت تتهرب دعاك الدكتور منقذ السقار للمناظرة منذ سنوات وأنت ما زلت تتهرب دعاك أخونا شيخ أحمد سبيع للمناظرة وأنت أيضاً ما زلت تتهرب وأيضاً دعاك أخونا أحمد سليمان للمناظرة وأنت يا رشيد لازلت تتهرب وأيضاً دعاك أخونا نور طارق للمناظرة وأنت يا رشيد لازلت تتهرب مع أن الأخ نور بيرد على جميع حلقاتك وأنت يا رشيد وأخذ وضع النعامة اليوتيوب صار مزدحماً بفضائحك وأنت ولا أنت هنا كأن الطبيعي في حياتك أنك تتفضح وتدهان كرمتك وتتهزأ أنا هقول لك إيه؟ ما أنت منصر ومرة أخرى يا رشيد أدعوك للخروج من هذا الكهف وكسر القوقعة وأجدد لك عرضي بالمناظرة ما رأىك يا رشيد في مناظرة علنية أمام العالم أجمع في وضع المرأة بين الإسلام والمسيحية وأنا أتوقع يا رشيد أنك ستعلن براءتك من المسيحية أثناء أو بعد هذه المناظرة ولو عايز تتهرب مني زي زمان يبقى نظر الدكتور منقذ السقار مش نوبة يا رشيد تاخد حبيت الجراء وتستاجر وتخرج من الجحر وتنظر واحد من المختصين بدل مسلسل الهروب المخزي اللي أنت عايش في ده؟ استح شوية واطلع نظرني يا جبان يا مرعوب الحقيقة جماعة في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه وهو لماذا يحارب رشيد النصراني الحجاب؟ لماذا يستميت رشيد حمامي وقناته النصرانية لهذه الدرجة لتخلع الفتاة أو المرأة المسلمة حجابها؟ أنت يا رشيد في هذه الحلقة طالع تهاجم الحجاب فأنا لازم الأول أفكرك بحاجة هو أنت يا رشيد مش المفروض أنك مسيحي وتقدم نفسك على كده؟ تفكر نفسك مرحد ولا إيه؟ يا رشيد أنت مسيحي اصح يا ابني وفوق أنت مسيحي والله شكلك ناسي طب والله شكلك ناسي حتى في مقدمة برنامجة أنت مصور نفسك وانت داخل الكنيسة صح؟ كنت تعملي في الكنيسة داخل تتمشى مثلا؟ يعني المفروض أنك داخل الكنيسة لأنك مسيحي زي ما بتقول طيب لماذا تحارب الحجاب والديانة التي يفترض أنك تؤمن بها تنادي بحجاب النساء؟ ده خطأ بشري خطأ منطقي خطأ من كل النواحي وجواب هذا السؤال وجدته في كلام الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج تقول فقد تملك المسلمين الرعب حين رأوا الأسلوب الذي كان المسيحيون في دول الصليب يعاملون به نساءهم كما هاجم المفكرون المسيحيون الإسلام على أساس أنه يمنح الوضعاء من العبيد والنساء قوة كبيرة يعني المسيحيون هاجموا الإسلام لأنه سيعطي النساء والعبيد حقوقا لا يراها المسيحيون أنها من حق النساء والعبيد إذن فدين الإسلام العظيم هزمت دياناً نصرانية بين قسين المسيحية فكرياً وحضارياً وأخلاقياً وعسكرياً فلما تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وقوتهم وصلوا إلى الحالة التي نراها اليوم فسقطوا عسكرياً ويريدوا عدوهم اليوم أن يدفعهم دفعاً للسقوط أخلاقياً وحضارياً بالله عليكم وجماعة تركيزوا معي في موضوع النهاردة لأن الموضوع فعلاً مهم ويهم كل مسلم أو مسيحي على وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام العظيم كانت الديانة النصرانية في ذلك الوقت تسيطر على نصف العالم تقريباً وكانت الفارسية تسيطر على النصف الثاني وكانت بقية الأجناس والأعراق شيئاً بسيطاً يعيشوا على هامش التاريخ ثم انقلب الوضع تماماً وصار الإسلام هو الدين المهيمن على العالم فتعلم العالم المسيحي حسن الأخلاق وحسن معاملة النساء من المسلمين ومن حضارتهم الإسلامية العظيمة علم الإجتماع الفرنسي الشهير جوستاف لوبون يقول في كتابه حضارة العرب وقد ذكرنا في فصل سابق أن الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وهم اقتضته هذه المبادئ من احترام المرأة مرة أخرى يقول الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة والإسلام إذن وليس النصرانية هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه وذلك خلافاً للاعتقاد الشائع وإذا نظرت إلى سينيورات نصارى الدور الأول من القرون الوسطى رأيتهم لم يحملوا شيئاً من الحرمة للنساء وإذا تصفحت كتب تاريخ ذلك الزمن وجدت ما يزيل كل شك في هذا الأمر وعلمت أن رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظاً نحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنة أبل إيه يا جستاف لبون؟ قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنة الله أكبر الله أكبر إذا وجدت عند الأعداء مدح لعدوهم أعرف أنه حق ولهذا يقال في اللغة العربية الحق ما شهد به الأعداء عفوا الحق ما شهد به الأعداء ويقول جستاف لبون وتعامل المرأة المسلمة باحترام عظيم فضلاً عن تلك الامتيازات وتنال بذلك حالاً أجمع الباحثون المنصفون على الاعتراف بحسنها يقول ميسيو دو أميسيس إن المرأة في الشرق تحترم بنبل وكرم على العموم فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الطريق ولا يجرؤ جندي أن يوسيئ إلى أوقح نساء الشعب حتى في أثناء الشغب وفي الشرق يشمل البعل يعني الزوج يشمل زوجته بعين رعايته وفي الشرق يبلغ الاعتناء بالأم درجة العبادة وفي الشرق لا تجد رجلاً يقدم على إلزام زوجته بالعمل ليستفيد من كسبها شفت المسلمين بعمل المرأة المسلمة إزاي؟ وتقول الكاتبة كارين أرمسترونج وهكذا رأت النساء التي ارتدين الحجاب في البداية فيه رمزاً للقوة وحسن الأثر وليست شارة تدل على اضطهاد الذكور لهن اسمع بايا رشيد وقد أخذت نساء الصليبيين فيما بعد في ارتداء الحجاب على أمل أن يعلمن ذويهن من الرجال أن يحسنوا معاملتهن حين رأينا الاحترام الذي كانت تلقاه النساء المسلمات الله أكبر الله أكبر عرفت بها جماعة النصارى جابوا احترام النساء من إن؟ أيوة من دين الإسلام العظيم ومن أخلاق المسلمين حتى الحياة والحشمة كذلك لدرجة أن القساوسة اليوم يغارون من ثياب النساء المسلمات ويتمنى القساوسة أن يروا نساءهم مثل نساء المسلمين أنا بقول لبناتنا المسيحيات بقول لكم ياريتكم تتعلمهم من المحجبات الحشمة بتاعتهم معلش يمكن لهم إذا قالوا مني المسيحيات ما أنا بقول كده لكن بقول لهم طب شوفوا العطرة مريم لبساها إيه؟ ما لبساها زي المحجبات بالضبط إيه البرم عندنا الرهبات بيلبسوا كده برضي في واحد يعني بيتكلم على الحشمة أن أولدنا وبناتنا زي الفل يعني إلا في الأكليل وما أدراك ما الأكليل غلب الدنيا كلها يعني لم أغزة بس يا رب محدش يزعل مني أقولي بس أقولي يعني لم أغزة حضرة العريس يعني حضرة العريس يعني مبسوط أن العرشه تبقى لبسا كده أنا مش فاهم يعني قليل أقولي بس إحنا الحمد لله مجرد ما نشوفها من أول الطريق جاي اللبس مش تمام أبونا الحرمالة بتاعتها بسرع 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 يروح مغطيها أرجوكم الاحتشام في الأكليل مش بس في الحياة العامة وفي الكنيسة بصراحة أقول إيه بس يعني يعني أقول أخجلتمونا أمام الضيوف بيبقى فيه أخوة مسلمين موجودين وأخوات طبعا بيلتزموا بلبسوهم والمحتشم جدا وإحنا أرجوكم عشان خطر ربنا الحشوة مطلوبة لكن إذا كان الكتاب بيتكلم عن أنه اللبس المعصر لبس الزانيات في كلام أصعب من كده بيقولوا الإنجيل اللبس الخليع ده دي كانت لغة الستات الوحشين النهاردة عشان العالم يمشي في الكلام ده نقوم نمشي وراء وبعدين جايين نصلي فين الصلاة؟ إزاي واحدة لبسة وحش وجاية تصلي تصلي يعني إيه؟ وإيف صلاتها هي تقبل قدام ربنا؟ إذا كانت تسببت في هلاك إنسان وهي دخل الكنيسة بسبب منظره وما أسوأ منظر الصليب متعلق على جسد يهين جسد المسيح ده كأنها بتصل بالمسيح مرة تانية أجماعة كتاب اليهود والنصارى في تشريع يجيز للرجل أن يبيع ابنته جارية في السوق أمو حضرتكم كتاب اليهود والنصارى العهد الأديم سفر الخروج نصح 21 يقول وَإِذَا بَعَ رَجُلٌ إِبْنَتَهُ أَمَةً لَا تَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ الْعَبِيدُ وجاء في موسوعة آباء الكنيسة للدكتور عاد الفرق عبد المسيح يقول ميزت طبيعة العهد القديم بين الذكور والإناث من الأطفال وكانت الإبنة يمكن أن تباع كأمة أو تكون محظية لرجل وكان يمكن أن تباع مرة أخرى كما في سفر الخروج 21 سبعة فكانت منزلتها أقل من منزلة الإبن على أنه في وقت آباء العهد القديم كان يجوز للأب الحكم على الإبنة أو الإبن بالموت لعدم طاعتهما له طيب في الميراث الميراث ده بقى مصيبة كبيرة عند النصارى لأن اكتب رشيد بيقول أن البنت لا ترف في وجود الذكور أمام حضرتكم دائرة المعارف الكتابية تقول ولم يكن للبنت عادة نصيب في الميراث عند موت الأب فالجماعة المسيحيين دول هاجموا الإسلام لأن الإسلام أعطى المرأة ميراثها الذي لا يراه اليهود والنصارى من حقها حسب كتابهم فطبعا أي مسيح عاقل أو أي مسيحية عاقلة لما يقرن بين الإسلام والمسيحية ويقرن بين القرآن الكريم وبين كتاب اليهود والنصارى فورا سيتخذون القرار بأن الإسلام هو الدين الحق لذلك نقول إن الإسلام هزم المسيحية أخلاقيا وفكريا واجتماعيا حتى اليوم فالشيوخ سخروا يعني كل وقتهم وكل مجهوداتهم لأسلمة المجتمع وعلامة الأسلمة هي ارتداء الحجاب طيب بالنسبة للقساوسة دولي رشيد ودعوتهم للمسيحيات بارتداء الحجاب مش ده برضو داخل في موضوع الحلقة بتاعتك ولا إيه بالضبط أنا بقول لبناتنا المسيحيات بقول لكم يا ريتكم تتعلمهم من المحجبات الحشمة بتاعتها أرجوكم الاحتشام في الأكلين مش بس في الحياة العامة وفي الكنيسة طبعا النهاردة تجد كثيرا من النصارى ينظرون للمرأة المسلمة على أنها رمز للشرف والحياء والعفة والطهارة كما سنذكر لحضراتكم بعد قليل بإذن الله وحتى بعد سقوط الخلافة ظلت الحضارة الإسلامية وأخلاق المسلمين الراقية مهيمنة على قلوب الناس يقول المؤرخ الأمريكي ويلد يورانت غير أن المسلمين كما يلوح كانوا رجالا أكمل من المسيحيين فقد كانوا أحفظ منهم للعهد الله أكبر وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين الله أكبر وقل ما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 1999 شفت حتى في الحروب التي يتخلى فيها الجميع عن قيمهم وأخلاقهم وإنسانيتهم كان لثمو أخلاق المسلمين بصمة حاضرة في أذهان المؤرخين المنصفين يقول هنري ديكاستري ونحن نعلم أن المسيحيين أيام الحروب الصليبية ما دخلوا بلادا إلا وأعملوا السيف في يهودها ومسلميها وذلك يؤيد أن اليهود إنما وجدوا مجيرا وملجأا في الإسلام فإن كانت لهم باقية حتى الآن فالفضل فيها راجع لمحاسنة المسلمين ولين جانبهم أقسم بالله أننا شرفاء حتى وإن وقعت أخطاء في التاريخ الإسلامي لا يرضاها الشرع من بعض الصلاطين أو من بعض الحكام بل لقد وصل الأمر في زماننا إلى أن الباب السابق لنصارى مصر الأرثوذوكس شنودة يقول هذا الكلام أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أتاسه يعانل غير المسلمين معاملة صيبة وهكذا أعطى الإسلام فرية الدين لغير المسلمين أذكر أيضا في كلافة الإسلام حفظه في عهوده وموافقه ملمتيحيين في كلافهم وطوامعهم ورقباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء وأذكر أن عمر بن العاص عندما أتى إلى نتش كان بطريارك نتش الباب بن ينين البطريارك الثاني والثلاثون كان مختفيا في أرجاء نتش من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان ثلاثة عشر عاما لم يجلس على كرسيه فلما أتى عمر بن العاص أمنه على نتشه وعلى كنائته والكنائت التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمر بن العاص حتى المؤرخ المسيح الشهير الدكتور عزيز سوريا العطية يقول أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية إذ كان موقفهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفا كريما وسمحا تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي شفت كما أن المسلمين كانوا أصحاب فضل على اليهود أيضا فالمسلمون كانوا أصحاب فضل على النصارى لأنهم خلصوهم من الظلم والإضطهاد والقمع إحنا ليه نسينا أن عمر بن العاص هو اللي رجع البطرق بتاعنا الكرسي لما جه كان فيه بطرق دخيل يوناني فرض علينا واتطهادنا تصوروا مسيحي واتطهادنا لدرجة أن البطرق اختفى والأساقف اختفوا من كتر الاتطهاد رجع عمر بن العاص قال لهم فين وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه حاجة جميلة هو ده الإسلام ولو عايز تعرف باختصار حال مصر قبل الإسلام ممكن تقرأ ما قاله جستاف لوبون في حضارة العرب يقول وأكرهت مصر على انتحال النصرانية وهبطت بذلك إلى دركات الانحطاط مقدارا فمقدارا إلى أن جاء العرب عرفت ليه رشيد حمامي وأمثاله من المنصرين بيحاولوا الطعن في دين الإسلام العظيم لأن النصارى أمة مهزومة حضاريا وأخلاقيا وسلوكيا وعقائديا ولم يتعلموا حسن الأخلاق وحسن معاملة النساء إلا من المسلمين وهختم الجزء ده بكلام خطير ومهم للسير توماس أرنولد يقول كما أن سرعة انتشار الإسلام في الأيام الأولى من الاحتلال العربي مش فاهم ليه بيسميه احتلال يعني نحن نحمد ربنا أن الإسلام انتشر لأنه رفع الظلم عن الناس يقول قد تكون راجعة إلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون العرب لجذب الأهلين إلى الإسلام فالمسيحية ديانة باهتة باطلة عاجزة وليس لديها ما تقدمه للبشرية لا بصراحة بعمر المسيحية لديها ما تقدمه للبشرية لتكذب به الناس إليها أمام حضراتكم موقع روسيا اليوم الإخباري وطبعا هذا الموقع ليس إسلاميا العنوان بدء التحقيق في حمل راهبتين كانت في مهمة تبشيرية بأفريقيا بالله عليك يا رشيد ده اسمه كلام اتنين راهبات رايحين في مهمة تبشيرية لخدمة الرب ممكن تقول لي إزاي رجعوا حولهم هناك يا رشيد هل هذا ما تقدمه المسيحية للبشرية؟ الجنس؟ التنصير مقابل الجنس والمتعة الحرام؟ والخبر بيقول وتواجه الراهبتين الآن مستقبلا غامضا في مهنتهن ممكن يا رشيد تتصل بالراهبتين عشان تطمن على مستقبلهم الغامض طالما عندك وقت للمتصلات؟ وأتمنى أتمنى خلال الحلقة أي واحدة عندها تجربة من هذا النوع تتصل تشارك تجربتها لماذا؟ لأنه لازم الصوت يسمع أنا قلت أنه عمل توري في هذا الوقت عمل توري ربما في مجتمعات أخرى في ظروف أخرى في أوقات أخرى وأنا من هنا أطالب كل راهبة تعرضت للاغتصاب من القساوسة أو البابوات أو مارسة الجنس لأجل التنصير أنها تتصل على رشيد حمامي حتى يسمع صوتها لأن قول الحق في زمن الاضطهاد عمل ثوري في مقولة للكاتب الإنجليزي جورج أورويل يقول قول الحقيقة في زمن الخداع عمل ثوري طيب يا رشيد لماذا لا تتصل بالنساء والأطفال دعاية الاعتداءات الجنسية من رجال الدين المسيحي على أعراضهم؟ ما فيش عندك مثلا وقت للكلام ده ولا فضيح الكنائس دي مجرد شكليات بالنسبة لك مش وقت برنامجك المسيحي أولى بتنظيف وتطهير الكنائس من القاذورات بدلا من طعنك في الحجاب؟ لكن أنا اللي أزعجني جدا في الخبر أن الموقع بيقول أن هذه الفضيحة تسببت في بث الظعر بين رجال الدين اللي هو إزاي يعني أنا مش فاهم هو مش رجال الدين المسيحي الأبطال هم الذين قاموا بهذا العمل الرائع مع هاتين الراهبتين ولا هاتين الراهبتين حبلوا مثلا من حد تاني طيب ما هو سيئن لأنه برضو نشرت خبر أنه في تعويضات تقدر بـ 3 أو 8 من 10 مليار دولار مقدمة لضحايا الاعتداءات الجنسية ضد الكنيسة وهو غالبا رجال الدين المسيحي العظماء الأدقياء هم الذين قاموا بهذا العمل البطولي مع هاتين الراهبتين فلماذا خبر حمل الراهبتين يبث الزعر بين صفوفهم؟ لا يمكن أن أردو أن أصدقه لهم exercى صورة في العلاء مقالباون من عونة العزوزات من طيب البذاراتية من المبتداء السمسيحية من المنقبل أن يمجعهم أغلاء الأدقياء المنطقة التي تعطيوها الأدقياء والعراضي الأجلية ية بزدادات المسيحية سبيب البقرام والسكريات يتم كل ضد الدين بشكل معها هذه المسيحة طيب ايه رأىك رشيد في الكنائس المسيحية العجيب برضو ان الخبر بيقول ان الراهبتين انتهكتا قواعد العفة الصارمة بشكل صارخ عفة يا ابو عفة اذا كان الرب نفسه بيقول لهو شع اذهب واخذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا يعني بحسب كتاب رشيد الرب نفسه الذي يؤمن به رشيد كان يحرد على الرذيلة والزنا كانت ايام الخمسينات والستينات وحتى السبعينات جميلة نراها في الصور اليوم نرا عائلات تذهب للمسارح والسينما نراهم نساء ورجالا صغارا وكبارا مظاهر الاناقة والاحترام لم يكن هناك وجود للحجاب ولا للنقاب ولا للخمار نهيك عن البرقع اللي لفت انت معك بس يعني في الموضوع ده هو ان النساء رايح السينما والمسرح وهي متبرجة ومش لابس احجاب لم يكن هناك وجود للحجاب ولا للنقاب ولا للخمار نهيك عن البرقع طيب الاب القمس داود لمعي بيقولك يا رشيد ان التبرج كان عادة النساء الوثنيات اللواتي كنا يزنين داخل المعابد الوثنية ولكن اريد ان تعلم هيدخل فأضية مكانة المرأة في الكنيسة بالذات وهنا في خلفية لازم نعرف فكورنسوس بالذات جبلد وسني وكانت عبادة الاوسان تقودها السيدات وكاهنة الاوسان يبقى كان في كهنوت للست عند الاوسان كاهنة الاوسان كانت تبقى متبرجة يعني ما تغطيش رصة خلي بالكم الفكر وهي اللي تسوق المجتمع الوساني في تقديم الزبيحة وهي نفسها تقوم بالزنة كجزء من عبادة الاوسان حق صعب أول ويقول القمس انتونيوس فكري ايضا الكاهنات الوثنيات كنا يكشفنا شعورهن المنكوشة علامة على حلول الوحي عليهم حين يقودن الاجتماعات الوثنية وبولس رأى انه من العار ان تتشبه النساء المسيحيات بكاهنات الاوسان اختاه حجابك عفافك كده اثبتنا لك يا رشيد من علماء النصارى ان التبرج عادة وثنية فهل انت يا رشيد وثني تنادي باعادة الوثنية مرة اخرى؟ هل انت يا رشيد فرحان بمشهد النساء وهي ترتدي زي الكاهنات الوثنيات؟ اما الحجاب فهو زي النساء النبيلات الفاضلات سيدات المجتمع يقول المؤرخ الكبير ويلد يورانت اما النبيلات فيغطين ما استدار من اجسادهن بالمشدات القاسية المستوية ويحجبن عن الجنس الاخر كل وجوههن فيما عدا العيون عايز تقول حاجة يا رشيد؟ حجابي عفتي ويقول القمص انتونيوس فكري ايضا وكانت النساء الشريفات يغطين رؤوسهن في ذلك الوقت فالعقل بيقول ان النساء لما تتشبه فالمفروض تتشبه بالشريفات العفيفات النبيلات وليس بالكاهنات الوثنيات اللواتي يتدين رشيد حمامي بدينهن الوثني اخته حجابك عفافك وخد كمان كلام ويليام باركلي عشان تنام النهاردة متنكد وحزين المفسر المسيحي ويليام باركلي الشهير يقول يجب ان نذكر مكانة البرقع او الحجاب في الشرق فالى يومنا هذا تلبس بعض سيدات الشرق اليشمك الذي هو عبارة عن برقع طويل يصل الى القدمين تقريبا ولا يظهر من الجسم سوى الجبهة والعينين وفي ايام بوليس كان البرقع او الحجاب الشرقي يغطي من الجسم اكثر من ذلك فلم يكن يظهر من الجسم سوى العينين يعني الحجاب على عهد بوليس مؤسس الديانة النصرانية الحالية كان يغطي جميع بدن المرأة حتى وجهها ولا يظهر منها الا عينها فقط يقول ولم يكن يخطر ببال اي سيدة شرقية محترمة ان تظهر دون حجاب عرفت بقى ليه القساوسة عايزين النساءهم تتحجب وتحتشم لان الحجاب شرف وعف وقيمة للمرأة فلا ينظر للمرأة انها مجرد جسد وسلعة رخيصة تبع وتشترى بل ينظر اليها بقيمتها وثقافتها وإيمانها وأخلاقها وشرفها وتحت الفيديو هتلاقوا رابط حلقتين للدكتور اياد يسرد فيهما فضائح النسوية وموجز تاريخ المرأة عند الغرب كانت ايام الخمسينات والستينات وحتى السبعينات جميلة طيب يا رشيد ما ينفعش نرجع قبلها شوية شوية صغارين مش كتير يعني صوفيا لينبول عاشت في أربعينيات القرن التاسع عشر تقول في كتابها حريم محمد علي ويتصف مصر الحجاب والزواج أحداث يناير 1845 تقول بعد إقامة ما يقرب من ثلاث سنوات في بلد شرقي من الاختلاط الدائم الودي بسيدات الطبقتين الوسطى والعليا من الأهالي أشعر بأني قادرة على إبداء بعض الأفكار العامة عن أحوالهن الاجتماعية والأخلاقية تقول من الأشياء الكثيرة المحيرة التي تسود العالم الإسلامي هو عادة التمسك بالحجاب ليس بالنسبة للمسلمات فقط بل أيضا بين المسيحيات الشرقيات وإن هذا التقليد كان متبعا ومقبولا لدى أجيال السابقين الذين نشأنا منذ نعومة أظفارنا على أن نكن لهم كل احترام وتبجيل يعني النساء المسيحيات في مصر كنا يلبسنا الحجاب والكاتبة صوفية تقول أن الحجاب شيء متبع ومقبول عند الأجيال السابقين الذين كانوا يكنون لهن كل الاحترام والتبجيل يعني المرأة المحجبة طول عمرها محل الاحترام وتبجيل من الجميع هل تغيرنا للأفضل بعد الحجاب؟ هل غير الحجاب من سلوك الناس؟ ويقول إدوارد وليام لين تغطي المرأة القبطية يعني المرأة المسيحية تغطي وجهها ليس بين العامة فحسب ولكن في منزلها كذلك في حال وجود رجال غرباء من غير أقربائها فيه وتقوم عازبات الطبقة الدنيا بإسدال الحجاب الأبيض على وجوههن بين العامة وأما الحجاب الأسود فغطاء السيدات المتزوجات الوقورات الله أكبر الله أكبر وأما الحجاب الأسود فغطاء السيدات المتزوجات الوقورات هل تغيرنا للأفضل بعد الحجاب؟ يقول وقد تلجأ العديدات من القبطيات إلى الغطاء الأبيض حبا في الاقتداء بالمسلمات يعني أصلا النساء المسيحيات مغطية والشهة وكمان بيحبوا يلبس لون الأبيض عشان النساء المسلمين لبسينه تخيل يا أخي لما الأخت المسلمة تكون قدوة لغيرها فتختار المرأة أو الفتاة غير المسلمة أن تكون عفيفة ومحتشمة في زيها ولباسها كالمرأة المسلمة خلي بالك رشيد إحنا الآن مش بنتكلم عن تغطية المرأة لشعرها لا أنا بغوص معك لأعمق من ذلك عشان الناس تعرف إنك جاهل أو كذاب أولي تلم مع بعض أقسم بالله في واحدة أسلمت فسألناها ما أكثر ما أعجبك في دين الإسلام قالت أكثر ما أعجبني أن رجال المسلمين يغارون على نسائهم وأن البنات المسلمات عندهم حياء وأدب عالي ولذلك يجب على أي مسلمة عصت ربها وخالفت دينها أن تعود إلى الله وتتوب لأن البنت غير المسلمة تنظر إليها وتقارن ناخد مرجع كمان فكرنا جماعة الحملة الفرنسية على مصر وعلماء الحملة الفرنسية كتبوا ما رأوه في مصر خلال هذه الفترة فجاء في كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية يقولون وبالرغم من هذا التقدير العميق لرجال الدين فإن القبطية لا يسمح لزوجته أن تصفر عن وجهها أمامهم ونحن هنا نتحدث فقط عن الطبقة الميسورة منهم يعني الطبقة الوسطى والعليا بل إن البطر يرك لا يمكنه أن يرى سيدة سافرة إلا إذا كان زوجها هو الذي سمح بذلك وعن طيب خاطر ويقول علماء الحملة الفرنسية ذلك أن النساء في كل الظروف لا يخرجن مطلقا سافرات الوجوه بل يغطين وجوههن بالبرقع وهو غطاء مكون من قطعة من المسلين توضع فوق الأنف والوجه وتضايق التنفس ولا بد أنه يسبب لهن الكثير من الضيق طبعا أنا مش عارف ما جابوا الحتة الأخيرة دي منين طب هما النساء اشتكولك يا بارد ولا أنت مثلا كنت لابس النقاب أو البرقع ووجدت بالفعل أنه بيضايق التنفس أو بيسبب الضيق شيء غريب والله السؤال بقى لماذا النساء القبطيات كنا يلبسنا الحجاب أو النقاب والبرقع إحنا ذكرنا لحضراتكم أن نساء النصارى لابسنا الحجاب اقتداءا بنساء المسلمين لكن الحقيقة أن كتاب النصارى أيضا فيه نداء بالحجاب أولا فكرين سفر دانيال اللي ذكرناه في حلقة سؤال بألف دولار رشد حمامي وطبعا رشيد لم يرد على هذه الحلقة أو غيرها إلى الآن المهم فكرين قصة سوسنة في الإصحاح رقم 13 شوفوا العدد 31 بيقول أن المرأة الصالحة سوسنة كانت مبرقعة يعني كانت تغطي وجهها ولذلك أراد رشيد حمامي أن يكشف وجهها رشيد حمامي أيام ما كان طالع بالمنظر الأديم لأن النوعية دي من الناس موجودة في كل زمان ومكان رشيد حمامي في الزمن القديم جاء هو واحدتين على نفس العينة بتاعته وأراد هذان الفاجران أن يكشف وجه سوسنة طيب لماذا أراد هذان الشيخان من بني إسرائيل أن يكشف وجهها النص بيقول ليشبع من جمالها يخي ما أشبه هذين اليهوديين الفاجرين برشيد حمامي ومن على شاكلته ممكن الواحد يطلع يقول لك بس سوسنة كانت مبرقعة بتصرف شخصي منها وليس بحسب أوامر الرب في الكتاب المقدس هقول لك كده أنت ويعت في الغلط لأن أول الإصحاح بيقول إنها كانت مبرقعة حسب شريعة موسى اقرأ معاه النص قال وكان في بابل رجل اسمه يوياقيم وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية وكانت سوسنة جميلة جدا ومتقية للرب وكان أبواها صديقيني فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى أبوها وامها ربيها على شريعة موسى يعني سوسنة كانت تغطي وجهها لأن شريعة موسى كانت تقضي بتغطية وجه المرأة ده مش بس حجاب للشعر لأ دي شريعة موسى كانت تأمر بتغطية المرأة وجهها فعشان كده رشيد حمامي عايز يكشف وجهها أم حضرتكم قاموس الكتاب المقدس يقول برقع والجمع براقع وهو غطاء للوجه كانت تلبسه نساء أرشاليم في أيام إشعية ولا زالت تلبسه بعض النساء إلى يومنا هذا بولس الذي يؤمن المصارى أنه رسول المسيح مع أنه لم يرى المسيح في حياته أبدا يقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى عارفين تراميذ المسيح في كتاب اسمه الدسقولية اللي هو تعاليم الرسل وجاء في مقدمة هذا الكتاب يقول القمس مرخز داود ذلك الكتاب الذي اتخذ من القديم دستورا للكنيسة الأرثوذكسية وبيقول إن كتاب الدسقولية هو الكتاب الثاني للكنيسة بعد الكتاب المقدس وباب النصارى شنودة يقول إن الدسقولية هي تعاليم رسل المسيح الاثنى عشر تمام؟ شوف بقى في صفحة 27 ماذا يقولون بقول لنساء النصارى لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظرة رشيد أصدي تصانين عن نظرة الأشرار ويقول أيضا رسل المسيح للمرأة المسيحية يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية أختاه حجابك عفافك ومش بس كده شوف النص بيقول إيه لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور وإذا غطت وجهها فلتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء حجاب عفتي ويقول القنص أنطينيوس فكري ونلاحظ أنه كانت هناك عادة في المجتمعات الأممية أن المرأة المنحلة تترك شعرها دون غطاء ومن هنا جاء المثل الشرقي عن المرأة المنحلفة إنها ديرة على حل شعرها وجاء في كتاب قوانين هبوليتوس يقول والعذارة إذا أتى وقت شبابهن يعني وقت الحيض يعني بلغت فليغطين رؤوسهن مثل النساء الكبار ببلانينهن وليس بثوب خفيف رشيد أيها البائس إما أن تلبس الحجاب وإما أن تعترف أنك ملحد وأنك تتخذ الديانة المسيحية سطارا للتكسب والارتزاق خلاص طيب هل المرأة المسلمة في مصر لما بتلبس الحجاب ده بسبب غسيل الشيوخ لعقلها والقمع زي ما بيقول رشيد حماني عملوا نوع من الإرهاب للنساء وصار الآن يعني نرى نتاج نحصد مزرعة في زمن هؤلاء الشيوخ تعالوا بقى نضحك على رشيد حماني شوية الكاتبة كارين أرمسترونج تقول واليوم تعود بعض النساء المسلمات إلى زيهن التقليدي وهذا لا يحدث كما يقول رشيد لإخضاعهن لعملية غسيل مخ من قبل ديانة شوفونية لكنهن يفعلن ذلك لأنهن يجدن العودة إلى جذورهم الحضرية عملية فيها إرضاء كبير وغالبا ما يكون ذلك رفضا لمواقف رشيد حماني الإمبريالية التي تدعي أنها تفهم مأثوراتهن أكثر منهن أنفسهن إذن فالمرأة المسلمة التي تعتز بحجابها إنما تعتز به لأن حضارتها الإسلامية تملي عليها ذلك ولأن المسلمة تعرف أن الغرب الكافر يريد سلخها عن دينها وحضارتها ومصدر عزها وشرفها وفقرها فالمرأة المسلمة تعتز بحجابها رفضا للفكر الغرب الذي عرى النساء وجعل من المرأة سلعة رخيصة تعرض جسدها وتبيعه بأرخص الأثمان عصام العريان يعني لسخرية القضية عصام العريان يريد أن يغطي النساء عريان يريد تغطية النساء طب ما هو ممكن واحد برضو بنفس المنطق بتاعك يطلع يسف عليك ويقولك أنت اسمك رشيد حمامي والحمام ده المكان اللي الناس بتقضي فيه حاجتها يعني ده مكان للنجاسة والبول والبراز فكيف تنادي بالطهر والقداسة وإنت أصلا اسمك محل أو مكان للنجاسة ليه بقى تدخل نفسك في الزوية دي وتخلي الناس تسف عليك وتهزأك خليك محترم حاول تتعامل مع الأمور بشكل علمي مش أنت برضو يا رشيد اللي كنت بتقول أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص وفي الحقيقة هذا عيب في الرد لأن أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص طيب أنت مالك هنا ومال اسم الرجل أو شخصه إحنا ملنا وماله الرجل قال فكرة سليم أهم وسهلا قال فكرة غلط نرد عليه صح ولا غلط ليه أنت بقى بتتكلم على اسمه أصل اسمه كذا واسمه كذا سيبك بقى من اسم الرجل وخليك في أفكاره فالموضوع ناقش الموضوع ولا تطعن في الشخص سيكون لك مصداقية أكتر إن فعلت ذلك طيب هل معنى ذلك أن المرأة مش مظلومة في المجتمعات العربية والإسلامية؟ هقولك طبعا في نساء كثيرات مظلومات لكن الظلم الذي وقع عليهن ليس بسبب الإسلام كما هو الحال في المسيحية بل ظلمت المرأة حينما ابتعد المسلمون عن دينهم الكاتبة كارين أرمسترونج تقول وقد يكون المسلمون المتأخرون قد ابتعدوا أحيانا عن هذه الرؤية القرآنية للمساواة ولكن الأولى بدعاة نصرة المرأة في الغرب تتكلم عنك رشيد لكن الأولى بدعاة نصرة المرأة في الغرب ممن يتهمون الإسلام بكراهية المرأة أن يتأملوا مدى السلبية الشديدة في التقاليد المسيحية إزاء المرأة وليس من الإنصاف أن نلوم محمدا أو الإسلام بتهمة كراهية المرأة فإذا كانت النساء المسلمات اليوم يرفضن بعض الحريات التي نشعر أننا قدمناها إليهن فلا يرجع سبب ذلك إلى العناد بل إلى التخبط في النظرة الغربية إلى المرأة في العلاقات بين الجنسين اسمع هذا الاعتراف فنحن ندعو إلى المساواة وإلى التحرر ولكننا في الوقت نفسه نستغل المرأة ونمتهنها في الإعلانات وفي الكتابات والفنون الإباحية وفي كثير من أشكال الفرجة الشعبية بأسلوب يستهجنه المسلمون ويتأذون منه وهذا هو حال الغرب الكافر الذي يسير رشيد خلفه ينادون بتحرير المرأة وهم الذين يستغلونها أسوأ استغلال فالشيوخ سخروا يعني كل وقتهم وكل مجهوداتهم لأسلمة المجتمع وعلامة الأسلمة هي ارتداء الحجاب تمام يعني وجود الحجاب دليل على وجود الإسلام وعز الإسلام وهذه رسالة لكل أخت مسلمة إنها لازم تحافظ على حجابها حتى يظهر عز الإسلامي أمام جميع العالم والله جماعة أنا تركت كلام كتير جدا ولم أعرض فيه نصف ما عندي لكن هختم الموضوع بكلام جوستاف لوبون يقول الإسلام حسن حال المرأة كثيرا وأنه أول دين رفع شأنها وأن المرأة في الشرق أكثر احتراما وثقافة وسعادة منها في أوروبا على العموم تقريبا أرجو من كل أخت مسلمة شافت هذه الحلقة أن تعطي رابط الحلقة لقريباتها وزميلاتها المسلمات وغير المسلمات وفي نهاية الحلقة عندي نصيحة لكل أخت مسلمة أفضل شيء تدمر بي جهود هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الحرفيش هو ارتداؤك للحجاب لأن ارتداء كل مسلمة لحجابها الشرعي أشد على هؤلاء من وقع القنابل لأن رشيد نفسه اعترف أن انتشار الحجاب علامة على تدين المجتمع ولكن في نفس الوقت إحنا مش عايزين نشوف الحجاب فقط على رأس الأخت المسلمة مع بعدها عن أخلاق دينها بالعكس إحنا عايزين نشوف الحجاب مع التزام بأخلاق الإسلام ومعاملاته وعباداته عايزين نشوف أختنا المسلمة زي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين حفصة وبقية أمها المؤمنين وأكرر مرة أخرى أن أكثر ما يدمر جهود هؤلاء عموما وجهودهم في القضاء على الحجاب خصوصا هو التزام كل مسلمة بحجابها نفس فعلا كل مسلمة تعلنها من النهاردة ثورة على هؤلاء الحرفيش وتقرر من اليوم أنها لن تسير إلا بحجابها عاملة به تريد بذلك وجه الله وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم لا تنسوا إخواني وأخواتي أن تنشروا هذه الحلقة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته